ويتوقع مراقبون تغيرا كبيرا في المشهد السياسي بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتي ستحسم مصير ثلث المعطل ومعها مستقبل العلاقة الاضطرارية بين البيت السياسي الشيعي والتحالف الثلاثي خاصة مع احتمال نجاح التوافق على خرطة توزيع المناصب بين الحزبين الكرديين على قاعدة رئاسة الجمهورية مقابل غيرها من الحقائب السيادية وقال المحلل السياسي صباح الطائن رئاسة الجمهورية ستمرر من خلال التوافق بين الاتحاد والديمقراطي فقط ومن الخطأ القول ان التفاهم بين الاطار والديار سيحسم امر تمرير رئيس الجمهورية حيث ان المشكلة بين هذين التحالفين اكبر من تمرير المرشح الرئاسي وفي السياق اكد الاتحاد الوطني ان الوقت لا يزال قائما للجلوس على طاولة الحوار للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية فيما تبقى المراهنة كبيرة على قدرة الزعيم الكردي مسعود بارزاني على احتواء الخلاف في ربع الساعة الاخير وهو ما يراهن عليه الشركاء الذين تعاملوا معه طيلة اربعة عقود من العمل السياسي قبل وبعد 2003 بعيدا عن اولويات انتخابات كردستان المقبلة